وقد تعهدت أن أب صفاء الهاشم بالتنازل عن الشكوى معربة عن شكرها للرئيس الغنم على شجاعته في طلبه من النواب الموافقة على رفع الحصانة النيابية عنه وأن يكون القضاء هو الفيصل مضيفة بالقول أنت عزيز وغالي وتعرف غلاتك عندي من عمر وأنا أتنازل عن القضية أشكرك على كلمات جميلة قلتها أشكرك على أنك بالفعل حريص كرئيس أنك تشغل المجلس بمطالب الناس مو في خلافات جانبية مكان أصلاً لازم تصير وانت عارف مع عزتك وغلاك من عمر موليو لذلك لذلك من باب التعاون يا أخوان خلوا زمياتكم اتكلم من باب التعاون فرصي وبعد اللي تفضل فيه الأخ عادل الجار الله صفاء صفاء وجهي كلامة الرئاسة عشان بس الضبط النظام على خرقته ومن باب التعاون بعد كلام اللي تفضل فيه الأخ عادل جار الله أشكرك عليه من بعد الكلام اللي قال لي أخو دنيتي أبو فيصل أخ علي الراشد وبعد اللي سمعته مثل ما قلت من الأخ مرزوق الغانم منكم كلكم والله والله العالم أنا راح أتنازل عن قضية ما زلت أقول من باب التعاون لأن وصلنا وأنا بالعكس إذا الأخ بو مهدي عند اعتراض أنا أطلب تأجيل التصويت إلى أن أتجه إلى كاتب العدل وأقدم التنازل عن القضية لأن بالفعل الوطن يستحق أكثر من خلافات جار الله يا جماعة يا جماعة سيد سيد هذه بادرة بادرة طيبة